ولكن في النهاية حابب برضو أقول حاجة فيه يا جماعة لعبين هم طول الفترات اللي فاتت إحنا شايفين مرضودهم بدأ كلام كثير جدا على علي معلول علي معلول في الفترة الأخيرة نسبة الأكشنز بتاعته أو التصرفات داخل الملعب اللي فيها أخطاء زادت السلية النهاردة ده حصل معاه السلية دق التمرير بتصل لحوالي 76% يمكن حتى أنا بفضل الناس تقولك لا ما هو لو عايزي زود كان طبيعي يسحب ديانج لأنه رقم 6 ويسيب السلية اللي هو رقم 8 في خلق الفرص لأ القصة أحيانا ما بتتحسبش كده خالص لأن داخل الملعب كان ديانج حتى في فكرة التشانس كرياشن أو خلق الفرص كان كمان جيد أكتر من السلية السلية بقى ليه كده وعلي معلول ليه كده لأن اللعيبة دي حرفيا اتضربت في الخلاط اللعيبة دي مجهدة راحت كاس العرب كاس الأمم كاس عالم للأندية لعبه دقايق أكتر من زميلهم وأكتر من كتير جدا في الفريق السلية وعلي معلول ده الوقت إن انت لو اللاعب مستوى فيه متراجع شوية أكيد بتطلب من المدير الفني أتعامل مع ده بس لازم تعرف إن ده لاعب كبير وصنع الفارق معك في أوقات كتير جدا فتشله ده وتبقى متفهم ده وهو معلول اللي كنا من فترة قليلة جدا بنتغنى به وهو السلية اللي طول الوقت إحنا بنشيب به وهي حتى معانا الصورة للاعبين فعلا طول الوقت إحنا عارفين قدرهم ده مهم جدا لإن أنا بحس أحيانا بالتبعية فكرة النغمة نبدأ علي معلول آه أنا مقر معاك بس وإنت ده بلاش تاخد الموضوع اللي حتة أصلا علي معلول كبر في السد طب ما هو علي معلول اللي من عدد قليل جدا من المباراة إنت كنت شايفه إن هو اللي شال الفريق وإحنا قلنا في كاس العالم اللي عنده أهم لاعب نتمنى يكون موجود هو علي معلول كمان من الناس اللي كانت هترجع فما نجيش في لحظة نبدأ نقول حاجات ونرددها وتتحول بالتبعية في عقلنا الباطن كلنا يعني أنا بحي مخرجنا على لقطات ليه السلية أو لعلي معلول ما نبدأش يا جماعة نردد حاجات هي تضرنا إحنا بعد كده متفق معاكم إن في بعض المباراة اللعبة دي بتدفع تمن كتير جدا من الإجاد لها ولكن تبقى قيمتهم الفنية أكضى اللعب رقم 8 داخل القرى وأفضل ظهير أيصر داخل القرى بالتأكيد يا فارس في نقطة كمان يمكن اتبعها بيت سمس ماني مع عمر السلية الفترة الأخيرة وهي محاولة إراحة عمر السلية ولو شورت للمباراة أنا أتمنى أن لازم علي معلول يتم إراحته في مباراة ولازم يتم التفكير لو محمود وحيد ممكن يكون مش قادر على أنه ياخد قناعات بيت سمس ماني بشكل أو بآخر عندي أيمن أشرف بيقدر يلعب الدور ده بشكل كبير جدا وأيمن أشرف كمان كان يقدر يلعب المباراة اللي هي خارج الملعب اللي أنت مش محتاج فيها تحولات كتير وده حصل قبل كده في مباراة كتير أهمها كانت مباراة الهلال في أم درمان الموسم قبل الماضي في البطولة الأفريقية فأتمنى فكرة إراحة علي معلول والدفع دائما أشرف خاصة وأنا عندي رام ربيعة دلوقتي بيقدم مستويات مهازة مع محمد عبد منعي مع ياسر إبراهيم أقدر أن أنا أعمل الروتيشن في المكان ده وريح علي معلول لأن علي معلول بيشكل رقميا 40% من قوة الأهل الهجومية من تسجيل أهداف وصناعة أهداف وخلق فرص علي معلول حل حل لا يمكن أن أنا أتنازل عنه أو أن أنا أفقده في مورات مهمة ولكن عشان يتواجد علي معلول بقمته في الحلول في الجانب الهجومي لازم علي معلول ياخد قصة من الراحة عن طريق لازم روتيشن مع علي معلول في مورات المقبلة عندنا دخلين على مواجهة المريخ ثم هيروح علي معلول يلعب مباريات بالتأكيد مع منتخب تونس ونرجع نلعب مبارات الهلال فالموضوع صعب جدا أنا بخشى دايما من فكرة أن أنا آجي في مبارات النوك أوت ملاقيش علي معلول في الملعب أتمنى الحفاظ على علي معلول وأتمنى يتم راحة علي معلول وهتشوفه مستوى علي معلول وقت ما تحتاجه علي معلول لأن علي معلول لاعب المبارات الكبيرة وعمر السلية لاعب المبارات الكبيرة وعمر السلية برغم أنه خد قصة بسيط من الراحة ولكن محتاج أنه يحصل روتيشن بشكل أو بآخر مع حمدي فتحي واليو ديانج وعشان نشوف عمر الصلاية أيضا في الموراة الكبيرة وإن كان عمر الصلاية يعني حتى له بصمة مهمة جدا في موراة برامدز الموراة الأخيرة ولو بصمات دايما في الموراة الكبيرة إلا إذا اعتبرت هذه الموراة بقى أصبحت موراة صغيرة أو مش كبيرة بالنسبة لعمر الصلاية أكيد إن شاء الله اللعبة دي بقمتهم الفنية نرجع نشوفها في أفضل أحوالها في الملعب زي ما قلنا ننتقد وزي ما شفته اتكلمنا في كل حاجة سلبية وأيضا إيجابية ولكن وقفنا عند الموضوعية في التناول